تحديث عن تراجع أن رواتب رفحة أو مزدوجين رواتب من رفحة لا، ما أكدت راجع أبدا بعد أن أثقلت كاهل الموازنات العامة على مدار السنوات الماضية تحتم الشروع بمعالجات وحلول سريعة تساهم في تقليل الآثار من هذه الأزمة فحكومة الكاظمي أعلنت لا تراجع عن إيقاف ازدواجية الرواتب إن أراد السيد الكاظمي إثبات نفسه كرئيس لمجلس الوزراء وإثبات حكومته على أن حكومته هي أقوى من الحكومات السابقة لا بد أن يقوم بهذه العملية إيقاف الرواتب المزدوجة وإيقاف الرواتب المزدوجة حقيقة جزء بسيط من عملية الإصلاح في العراق لأن أيضا هناك سرقت وصلب ونهب أموال الشعب أيضا من قبل ضوي السلطة وبحسب المعطيات فإن أكثر من 220 ألف موظف فضائي يستلمون أكثر من راتب واحد تكلف موازنة البلاد قرابة 15 مليار دولار خارطة طريق إصلاحية مالية تضم أكثر من ملف وعلى رأسها تعدد رواتب الموظفين والمتقاعدين والسجناء السياسيين ورفحاء أنا أعتقد أن الإقليم والمركز يحتاجان إلى مزيد من التنسيق لضمان حقوق الجميع ربما كانت الحساسية تكمن في أن البعض يطرح أن الإقليم يريد أن يحقق مكاسب أكبر ولكن أقول حتى إذا حقق الإقليم مكاسب أكبر في إطار فهم وطني عراقي فذلك لا يعني أن هناك خسارة على المستوى الوطني العراقي في ظل عدم امتلاك ملايين من العراقيين أي راتب هل أن مقررات تندة الإصلاح المالي التي يترأسها الكاظمي ستجري على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث قطوات إصلاحية يسير بها الكاظمي لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بإنهاء ملف تعدد الرواتب والتي قد تضعه بمواجهة سياسية مع كبار المنتفعين بها من أربيل بشير الحسن قناة الفلوجة